العجيب في قانون آخر أسوأ بكثير وهذا حقيق أن يصيبنا بالكآبة والإحباط أيضاً هو قانون اقتصادي ومن حوالي أقل من 20 سنة بدأ العلماء يتنبهون أنه يعمل في المعنويات أيضاً يعمل في السيكولوجيا قانون العوائد المتناقصة Law of Deminishing Returning قانون العائد المتناقص Deminishing Returning ما يعني؟ معروف هذا في الاقتصاد كل من فتح مشروعاً بسيطاً كسره هذا القانون تضع الآن أموالاً زائدة لكي تستثمر العوائد ممتازة العلاقة لحد الآن خطية وممتازة وطردية يستثمر أكثر أرباح أكثر طيب نضع كمان عشر ألاف أرباح أكثر إلى نقطة محددة بعد ذلك كل مبلغ تضعه يصير فيه تراجع تخسر بالصير ما بتربح لماذا؟ طبعاً معروف عنده جانب عقلاني لأن الطلب محدود طلب عنده سقف معين ما عنكاش عدد لانهائي من طلاب هذه السلعة وهذا المنتوج لكي دائماً تبقى العلاقة خطية لا تشتغل فيه مجتمع محدد أو فيه فضاء محدد وطلباتهم لها سقف إذا أشبعت هذه الطلبات بعد ذلك كل استثمار جديد سيخسر اسمه قانون العوائد المتناقصة في علم الاجتماع المؤسي كما قلتكم المحبط أن هذا القانون هو قانون مادي يشتغل في عالم السيكولوجي عالم النفس كيف؟ قال لك الآن أنت تشعر أن سعادتك مرهونة بالمال الذي تفتخر أنت فقير غالبان لا تكعش حتى ما تافي بحاجات اللباس والطعام والشراب والمأمة لك ولأولادك ولزوجك طيب فتطمح إلى العشرة آلاف تأتيك العشرة آلاف وتأتي معها سعادتها يميل تطمح بعد ذلك المائة ألف تأتيك المائة ألف ومعها سعادتها تطمح المليون والمسألة لا تتواصل خطيا قال لك تصعي نقطة معينة طبعا تشبع كل حاجاتك وحاجات من تحب وتريد من الأهل والأقرباء والإخوة وربما حتى الأصدقاء والجران والمعارف تشبع كل هذه الحاجات وتتعداها إلى ما؟ إلى ما ليس بحاجة إلى الترف الكماليات فانتازيا المعيشة يعني بدل السيارة عندك أربع سيارات ممتازة وكذلك الزوجة والأولاد بدل البيت عندك خمسة بيوت عندك قصر ياسيفي وعندك يخت وبعدين قال لك بعد ذلك يصبح كل مليون ولا كل مليار مجرد رقم لا يضيف أي شيء في رسيد السعادة إطلاقا وطبعا الأغنياء هم الذين قالوا هذا قالوا جربنا هذا وعشنا هذا أرقام تصبح أرقام أرقام بنكية على فكرة لا نطلبها ونحب أن نلمسها ولا أن نعدها أصلا هي أرقام في البنك يعني إذا حتفكر أنه عنده هذا عشرين وثلاثين ومئة 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 ومليار أنه سعيد ما شاء الله بقدر لا 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 هو ربما يظل سعيد إلى بضعة ملايين لما امتلك اليخية وامتلك جزيرة وامتلك القصر البديوية وامتلك السيارات وبعد ذلك أبدا لا يوجد أي إضافة في رسيد السعادة إطلاقا أرقام معها همومها لذلك يقترح بعض المفكرين أن سعادة من لا يملك أحيانا في التمتع المعنوي بالموضوع هي أصفة وأكثر وأعمق من سعادة من يملك لو افترضنا في عنا أنه بستان كبير ومتاح الدخول فيه والتملي والتمتع وهذا البستان ليس أي ملكية عامة ملكية شخصية قال لك المتفرجون يتمتعون أكثر من صاحب البستان صاحب البستان عنده حسابات أخرى تتعلق بالأمان وبالصيانة وبالضريبة وأشياء كثيرة أنت ما عندك أي هم تتمتع مجانيا وهو سمح لك فقال لك هنا أنت تتمتع أحسن منه وأفضل منه فإذن موضوع المسارعة في تعظيم الثروات وتعظيم السلطة وتعظيم الهيمنة أو تعظيم الشهرة أيضا حتى الشهرة قال لك مثل المال تماما تكون في البداية عطشان وتعطش للشهرة الفيم سموها الفيم الشهرة تصبح مشهورا فيم تأتيك الشهرة تفرح بها كثيرا وتحب البرامج التلفزيونية واللقاءات الإذاعية وتكون على الصفحة الأولى من المجلة وتدفع فلوس كمان إلى آخر طيب بعد فترة سأل المشاهير يقول لك ألعن لحنة ألعنونا صباح مساء يتمنون أن يعودوا ليعيشوا حياة طبيعية يمشي في الشوارع وتبضى مع زوجته أبناء من غير ما هو أحد يتعرض له ومن غير ارتقاط الصور ومن غير الصحفيين الغلسين هذول البلاحق لأحد 24 ساعة وطلعوا لك دعايات وإشعات وعلى بنات وعولاة وعصار وموظفيك كمان أيضا ماذا يا رهيب